من هو العالم في نظر كابتن فيصل؟ النصر ولا الهلال؟ والله يشوف طبعاً أنا ضد هذه المصطلحات واللي يعني أنت اليوم أنت اليوم في فريق لا تقول لي أنت اسمك وش أنت قل لي اليوم وش حققت عشان أقدر أنا أقول وأقارن وشوف أنت شو حققت أنت اليوم دكتور ورحت اليوم واشتغلت في أفضل مستشفيات العالمية وحققت يعني نجاحات وشهادات متتالية لا يمكن اليوم أن يجي أقارنك بواحد أو متخرج أو واحد ما مع شهادة أو واحد يعني ما لدخل في المجال هذا وبعد يقول لك والله أنت وياه معك شهادة لا اليوم أنت تتكلم نصر لجمهورة أو لبطولات أو لإنجازات الهلال له بطولات أو لإنجازات أو لجمهورة فأنا لا يعني اليوم أني أنا عشان أخلي الهلال بطل أني أنا لازم أقلل من نصر لازم كل واحد يفتخر بما وصل عليه أنا أستغر بحقيقة اليوم اللي قاعد أسمع اليوم في الوسط الرياضي أنت كم عندك بطولة أنا عندي بطولاتي مدري وأنا بطولاتي والذي يرجع طلع لك جرائد من 9000 سنة ويقول لك والله هذه بطولة تشوف مكتوبة أنا بطل اليوم الناس ما ينظرون أنه ليس الفتاة منك أنا أبي ولكن الفتاة من يقول كان اليوم أنا أنت اليوم وشه اليوم العالم أنت بغى تشوفك اليوم أنت ما بغى تشوفك أنا قبل 50-60 سنة وشنة وش حققت أنا ما أفتخر فيها هذه أنا بغى اليوم أفتخر حاضرك وشه يعني أنت كلامك جميل كابتن بس أنه فيه متالية كثيرة لكن ما تحدد منه العالمي لكن تاريخك هو اللي تكلم عن نفسك تاريخك бросاً تهم عن نفسك وأنت اليوم عشان تقول لي أنت اليوم وش حققته وترجع للأرقام لا ترجع لي أنا أرجع اليوم ومش حققت أنا كم عندي من إنجاز كم عندي من بطولة وبعدين أنت لي تحكم وابنا يحكم ما أقدر أنا أقول أنا الإفلان أنا ما أقول أنا أنا اليوم أعمل وأنجز وأترك الإنجاز هو اللي يتكلم عني أنا اليوم أنا أليوم أتكلم أنا اليوم لما أك wormتكلم على فريق مثل الهلال لا يمكن اليوم أقارن بي أحد ما تقدر تقارن الهلال إلا يجي فريق ويتعدى بطولات الهلال لكل فعلا اليوم أنت اليوم حققت العالمي الهلال ولا النصر كل تأكيد الهلال أنا أتكلم على فريق الهلال عن إنجازات المسميات الثانية أنا ما أدخل فيها أنا أتكلم على الفريق البطل الإنجازات اللي الآن مو بإحنا اللي سميناها اللي سمنا ترى الاتحاد الأسوي سمنا ملك آسيا سمى الهلال فريق ملك آسو فعلا سبع بطولات ما حققها ولا فريق آسو الحدية في النقاش هذا كابتن مع كثير من الصحف والمحليين أو البرامج الرياضية هالتصنيفات كثيرين اللي يمثلون النادي أو من أسسوا النادي ما تشوف أنه هو شف هذا موضوع أنا حقيقة ما أنا أحب أدخل فيه ولا يعني وله بالنسبة لمهم لكن أنا أرى أنه يعني مضيعة وقت الناس يبغوني يضيعون وقت فيها أنه كنت اليوم أنا بطولتي عام 1900 يخي الناس اشتراها عام 1900 ذلك اليوم حتى ما قام ينقل تلفزيوني كيف تجي تقول لي أنت اليوم أنا وبطولتي يعني بطولتك شو نسوي فيها يعني بالله أنت اليوم لما تروح تأخذ كاس مدرسة الثانوية دولي مع مدرسة دولي خلاص تعتبر أنت بطل مدارس المملكة طيب أنت خدت مدرستين واش دخل مدارس الباقية فأنت اليوم تتكلم أنا ما أتكلم اليوم خلونا في الحاضر خلونا اليوم في الإنجازات اللي مثبتة وموجودة اللي عشناها واصلناها واللي أنت اليوم قاعد واش يتقدملي اليوم مش الإنجازات اللي تقاعد تحققها أبغاك اليوم تنافسني على ما وصلت لي لا تنافسني على أنت تطلع لتاريخ أنا ما أدري وين جبت منها فهذه المشكلة اليوم نفسني على الحاضر لا تنافسني على الماضي